ازايكم انا عمر حلمي والنهاردة هعمل وصفة مبتكرة وجديدة جدا بالجبنة البراميلي بتاعت باندا تعالوا نشوف ايه هي الوصفة اسمها سيجار بوريد دي وصفة شوية قلب على توركي بس انا النهاردة استخدمت معاها الجبنة المصرية الاصلية البراميلي النهاردة هقولوكم المكونات بتاعت الوصفة اللي هي جلاش سوداني مجروش بصل مفروم جزر مفروم نعناع فرش مفروم زبدة سايحة جبنة براميلي وعسل برضو سايح في المايكرويف هقولوكم ايه تعالوا نبدأ بالخطوات الاول همسك الجلاش ده وفردو وحط عليه زبدة وحط عليه سوداني وهعمل حشوة هي مش حشوة هي حاجة بسيطة جدا زي كده بصو بتكعبرو شوية فويل تعملو كده وبعدين كده وبعدين ترفوه بالشكل ده ودي اللي هنلف عليها برضو الجلاش تعالوا بقى نعمل الجلاش هفتح اللفة بتاعت الجلاش هاخد طبعة زي ما قلتلكم وهدهنها بالزبدة صايحة بالفرشة الجلاش هيبقى ناشف لو انتو مجرقتهوش زبدة هنكرر العملية دي تلات مرات دلوقتي بقى هعمل ايه انا عملت طبقتين من الجلاش همسك بقى شوية السوداني الحلو ده طبعا انا بددت السوداني بالفوزدو هم في تركيا بيعملوها بالفوزدو بس انا قررت ان انا هعملها بالسوداني عشان يبقى ايه بمتناول الجميع لازي حط اي نوع مكسرات تاني مفرومة دي حرية شخصية موسيقى وهبتدي قطعها ستة متعدلين دلوقتي بقى هعمل ايه هبتدي ان انا الفها اللي هعمل لهم من شوية هعمل كده وهدخلها الفرن هدهنهم برضو زبدة خلاص انتو حفزتو الجلاش كده يا جماعة انا مش بعمل من نفسي هو الجلاش محتاج يتخدم الناس اللي تقولك بيتخن وكده ايه في الفيديو دلوقتي بقوا جاهزين عشان يدخلوا الفرن هسيبهم في الفرن 40 دقيقة على دركة حرارة 160 دلوقتي هنعمل ايه هنعمل الحشوة بتاعة السجار بوريك هنحط نقطتين من زيت الزتون نقطتين بالضبط مش عايزين الحشوة تبقى هم زيتها بعد ما الزيت سخن شوية هنزل البصل والجذر انا عايز البصل والجذر يتبالوا شوية مش عايزهم يستقوا ولا يتحطمروا فاييه انا حطت لهم نقطة زيت زتون لو حاسين انهم يتحرقوا ممكن بحط لهم نقطة مية تمام انا كده بالنسبالي هم خلوين هبردهم سوية في بولا دلوقتي بقى هقلب الجبنة البراميلي مع الجذر والبصل والنعناع هاخد حتة كبيرة كده وهبتدي ان انا اقلب بصوا الالوان بتاعة الاكل دي لو انتو هتدواقوا الحاجات دي لاطفالكو انا دايما بستخدم الوان بس مش بستخدمها من فراغ انا بدخل خضار الاطفال مش بيأكلوه هو صاحي كده وهو ناي هفدخلو بطريقة ملتوية عشان ايه ياخدوا الفايدة بتاعتو وفي نفس الوقت انتو تاكلوهم الحاجات اللي هم مش عايزين ناكلوه تمام احط دلوقتي النعناع نعناع برضو ايه هيغطي على الموضوع هيخليهم ما ياخدوش بالهم بقيل لجوه بس يبقوهم بستيه الفيلنج ده بقى هحطو في كيس الحلواني وهبتدي احشيه بالسجارات اللي احنا خفزناهم في الفرن هجيبهم دلوقتي من الفرن وورو املكم دلوقتي السجار بوريك اخرجوا من الفرن بعد اربعين دقيقة تعالوا بقى نحشيهم الحشوة اللي احنا حطناها في كيس الحلواني بصوا لونها يجنن نعناع مع الجبنة مع الجزر والبصل هجيب دي تقى جهور وادوس عشان اوصل للنصة والنحة التانية نفس الكلام كده اتحشد وهنكرر بقى العملية دي يوم كلهم هجيب العسل اللي انا سيحته في المايكرويف ده وهعمل كده ايوا عارف ان انت تستغربوا دلوقتي تقولوا ازاي عسل ودي وصفة حدقة العسل بيدي كده بعد تالت كده زي ما بيقولوا وبعدين هحط بقى اللمسة الزهبية النهائية اللي هي السوداني كده زي ما قلتلكم ممكن تحطوا فصدق ممكن تحطوا اللي انتوا عايزينه بس انا عملت سوداني عشان يبقى في متناول الجميع والكل يقدر يجرب الوصفة دي تجربوا وصفة السيجار بوريك وقلولي عاملة زي